أستاذ خالد أهلا وسهلا بك من جديد في التاسع عشر من يوليو الحالي أعلنت روسيا عن طريق الجهات العسكرية بأنها تصدت إلى هذه الصواريخ الإسرائيلية أن يأتي الإعلان من روسيا من جهة عسكرية بهذا التوقيت ما هي الرسائل والدلالات؟ أولا مساء الخير طبعا الكل يعني اعتبر أن هناك متغيرا في النظرة الروسية لهذه الضربات الإسرائيلية التي غالبا ما كانت تتم دون أيرتفاء الروسي ولكن هناك ربما مجموعة متغيرات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أولا تغيرت الحكومة الإسرائيلية ولغاية الآن لم نشهد أي تواصل بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الروسية فيما خص قواعد الاشتباك التي كانت متفق عليها مع الحكومة السابقة ربما تريد موسكو من خلال هذين البيانين أن تقول أن على القيادة الإسرائيلية أن تعود إلى القيادة الروسية وتعيد دراسة قواعد الاشتباك وكل الاتفاقات التي كانت معقودة وربما يكون لدى القيادة الروسية نوع من تيويم جديد للأهداف ولمسارات التدخل وللحركة في الأجواء السورية ربما هذه قد تكون أحدى الرسائل ولكن كذلك البيان الروسي واضح لجهة القول أن ربما الأهداف التي تم التعرض لها هي مهمة بالنسبة للقيادة الروسية ربما روسيا ومع اقتراب أو طرح بوادر لاستئناف المسار السياسي في سوريا تريد روسيا أن تمسك كذلك بخيوط كل الميدان المتعلق بسوريا وربما هنا هي تعيد عملية ترميم وبناء البنية التحتية العسكرية السورية وربما كذلك هناك مواقع معينة كانت بالاستخدام الإيراني ولكنها الآن ربما تشرف عليها روسيا وربما يستعيدها النظام لبناء قدراتها العسكرية أنا أعتقد أن روسيا لا تمانع بتاتا أن تقوم إسرائيل بضرب بناء تحتية إيرانية ومواقع للميليشيات وهذا الأمر تقوم به كذلك قوات التحالف من حين لآخر ولكن أعتقد أنه ليس مسموحا عند روسيا الآن ربما التعرض لأهداف هي تشرف عليها وترتبط ارتباطا مباشرا بالسيطرة الروسية وتخضع للقيادة السورية